اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا اللقاء الخاص والذي سيكون ضيفنا فيها سيد توران كشاكلتي او كشلاكتي رئيس بيت الاعلامين العرب في تركيا مرحبا بك استاذ توران مرحبا اهلا وسهلا لو بدأنا مع بيت الاعلاميين العرب الذي ترأسه حضرتك الآن ما هو بيت الاعلامي العرب في تركيا لو قدمت نبذة عن هذه الهيئة او عن هذا البيت حتى يعرف المشاهد العربي والعراقي قبل العربي اسس هذه المؤسسة قبل سنتين وهدف الانشاء هذه المؤسسة ان حل المشكلة الاعلاميين العرب الذين صار وجودهم كثيرا في تركيا في السنوات الاخرة كما نعلم كمسة هذه المؤسسات موجودة في الغرب ايضا في بعض الحرب العالمية الاولى وبعض الحرب العالمية الثانية وجدنا كثير من السحفيين والمفاكرين العرب حاجروا الى فرنسا الى البريطانيا الى امريكا واسس هناك مؤسسات اعلامية او اسس هناك مؤسسة اعلامية كنفسها نحن الآن اسسناها قبل سنتين هذه المؤسسة لحل المشاكل الاعلاميين الكتاب السحفيين الذين يعيشون في اسطنبول وتقريبا حتى للحل المشاكلهم كاقامة واذن العمل وغير هذا حتى ان يقوموا باعمالهم بشكل جيد هنا ونفيد لهم بالتعرف بالتركيا ماذا عن الثقافة التركية عن السياسة في التركيا اقتصاد في التركيا عن الفنانين في التركيا هذا هو هدفنا بسبب انشاء المؤسسة نعم تحدث ان الهدف من انشاء بيت الاعلامي العرب هو لتسهيل اقامة الطواقم العربية والمؤسسات الاعلامية العربية المقيمة والتساول لهم للمؤسسات التركية ايضا رسمية نعم حلقة وصل مع المؤسسات الاعلامية التركية ما الذي قدم بيت الاعلامي العرب في سبيل انجاز هذه المهمة مهمة التواصل او مهمة تسهيل عمل المؤسسات الاعلامية العربية وطواقمها العاملين في تركيا حتى الان طبعا نحن الان في الداخل المؤسسة هناك قسمة تدريب هناك تعليم اللغة التركية تعليم اللغة العربية للاتراك يعني اننا اذا اتراك مسجلين اعضاء عندنا نعلمهم اللغة العربية اذا اعضاء في بيت الاعلامي العرب نعم نعم وهم نعلمهم اللغة العربية والاخوة العربة الذين هنا نساعدهم للتعليم اللغة التركية ايضا هنا وايضا التدريب لان كثير من الاعلاميين بعضهم ضعفة جدا خاصة في السوشال ميدا في الصحافة نعلمهم هنا كيف يكون كتابة الاخبار في الصحافة في السوشال ميدا او في مواقع اشتئيس المواقع اخبارية او في التليزونة اذا التدريب اننا قسموا وبدأنا تقريبا خلال السنتين قمنا بستة المرحلة لهذا الشيء وغير هذا نساعد الاخوة هنا في الاقامات مع المؤسسات التركية الرسمية كما قلت نحن الوصل بين كل طرفين وهنا نساعدهم للإقامات وإذن العملات اذا بدأنا هذه في السنة خاصة في اشهر الماضية بدأنا في هذا الشيء عن هذه النقطة وإذن ناتب المسؤولين الاتراكين تقريبا قبل السيف قمنا بأتينا بالاساتيزة من الجامعات قاموا بمحاضرات عن ثقافة تركيا عن اقتصاد تركيا عن سياسة تركيا لأن كثير من الإخوة هنا حتى نعلمهم في مئة سنة أو مئتين سنة ماذا حدث في تركيا تغيرات اجتماعية ثقافية سياسية هذه الأمور إذن عندنا كمحاضرات مستمرة ومن أسول قادم سنبدأ لهذه السنة سنفتح لكل شهر سيكوننا إثنين من المحاضرات كميسة هذا الشيء نعم هل قام بيت الإعلامين العرب بالتواصل مع المسؤولين الحكوميين الأتراك وإطلاحهم على أوضاع المؤسسات العربية الإعلامية العربية وأيضا الإعلاميين والمشاكل والتحديات التي تواجه هذه الجالية الكبيرة من الإعلامين والمثقفين وماذا كان رد أيضا السلطات التركية أو هؤلاء المسؤولين هل هم على إحاطة كاملة بهذه المشاكل هل تفهموا هذه المشاكل هل وعدوا بيت الإعلامي العرب بتيسير أو تسهيل حل هذه المشاكل لم يكن الآن على الأقل في المستقبل القريب لأنه الحقيقة هذه قضية تؤرق الجالية العربية عموما وخاصة العاملين في الأوساط في الأوساط الإعلامية والثقافية تحدثت عنها جنوبك كريم صار السنة نحن نذهب إلى أنقرة ونأتي حتى نفهم المسؤولين والوزراء عن ماذا هنا ودع الإعلاميين العرب هنا كيف نستنساعدهم قبل شهرين اتفقنا مع وزير الداخلية وإذن مع المسؤولين في الرئاسة المسؤولين عن الإعلام الرئاسة التركية نعم تكلمنا معهم أيضا ومسؤول عندهم فهر التنبي فهر التنالتون وإذن وزير الداخلية سليمان صويلو كلاهما وعدون أن يقوم كل ما نقدم لهم من المشاكل وهم وعدون بالتيسير والتسهيل لكل الإعلامين هنا كالإقامات بدانا الآن البطاقات التي نعطي لإعلامينا العرب هنا يسهل لهم حينما يزمون إلى المركز الهجرة يسهل لهم للتسجيل تسريع الأمور الذين يقومون بها ثم للإذن العمال اتفقنا مع وزارة العمل أشكرك هذا مارت الحقيقة أسألك في السؤال التالي الحقيقة المشكلة الأكبر الآن التي تواجه المؤسسات الإعلامية العربية والتواقم العاملة في تركيا هي قضية الحصول على أذونات العمل الرسمية وعملية أيضا بسبب عدم قدرة هذه المؤسسات على تلبية شروط قانون الاستثمار التركي هذه مشكلة كبيرة جدا ما الذي يقدم ما الذي أنجز في هذا الإطار يعني بيت الإعلامي العرب هل أنجز شيء طبعا في هذا المجال تقريبا نحن وصلنا إلى النتجة المشكلة هنا سارة سنة نحن نقدم للحكومة تارك لكل الدولة لها قوانين وهذه القوانين لا بد أن تتابقها المشكلة هنا كثير من القانوات التي لهم مراكز هنا في إسطنبول هم مسجلين في خارج كستلايت وكذا يبصونها من الخارج لأيضا هذا المؤسسات التركية ليس لها قانون حول هذا كيف يتعامل مع هذه المؤسسات نحن درسنا ما عند الغرب من الفرنسا بريتانيا والمانيا والأمريكا أيضا كيف هم يسهلون ويسيرون الأمور هنا في هذا المجال نحن درسنا هذا الموضوع وقدمنا للحكومة حينما رأوا هذا وبدوا هم أيضا يسهلون ويسيرون لنا لهذه الأمور وتقريبا وزارة العمل أيضا وافقت على هذا قالوا نحن جاهزين أن نقدمكم هذا المشروع والمؤسسات الإعلامية الذي يكون عدوا عندكم في بيت الإعلامي من العرب نحن نسهل لهم كثير من الأمور لإزنات العمل لعز هذا هذا الشهر نحن سنفتح مركزا في أنقرة أيضا حتى نطابع هذا الأمور نعم ما هي رؤيتكم رؤية أيضا السلطات التركية من تلتقون بهم من المسؤولين رؤيتهم للإعلام العربي لدورة أيضا في شرح وجهة النظر التركية خاصة في ظل تحديات كبيرة جدا تواجهها تركيا من ضمن طبعا تحديات الموجودة في المنطقة سنتحدث أيضا عن عملية النبع للسلام العسكرية كيف ينظر المسؤولون الأتراك إلى دور الإعلام العربي هل ينظرون إليه بإيجابية هل أنه يقوم بدور مقدر وموضوعي في إيصال وجهة النظر التركية إلى الناطقين بالعربية إلى المشاهد العربي طبعا أخي المؤسسات التركية نظرتهم إلى إعلام هنا إيجابية لنستقل سيئة ولكن حينما الشيء نظرتهم إلى هذه المؤسسات ينظرون حينما لا يسبب هذه المؤسسات علاقات بين الدول حينما لا يكون هناك يفسدون وهناك لا يكون عمل وإذا حينما لا يكون تابع لأي المنظمات الإرهابية أشكد أستاذ توران أن كل المؤسسات الإعلامية العربية الموجودة الآن هي قادمة من بلدان نزاعات أو حروب أو هي في الخندق الآخر المعارض لأنظمتها وحكومتها أخي أن تكون معارضة ليس مشكلة ليست مشكلة أن تكون معارضة ولكن أن لا تكتب أي أخبار كاذبة هذا هو لابد أن يكون محانيين في هذا المجال هذا لا يهم هذا كما نعرف بعد حرب العالمية الأولى وثانية كثير من المعارضين من أين قاموا بالكتب وكانوا يكتبون في بريطانيا والفرنسا وهم بإسم الحرية كانوا يسمحون لهم نحن أيضا في تركيا نسمح لهذه الحرية لكله ولكن حتى أن لا يكتب أي خبر كاذبة أن لا يكون أيضا تابع لأي منظمة إرهابية تستعمل الأسلحة وكذا غير هذا أي منظمة معارضة فكرية ديمقراطية تركيا لن تعارض لها والتنظر هذه المؤسسات إيجابية أيضا وبالتالي ربما ممكن أن تقدم رسالة تطمين إلى هذه المؤسسات الإعلامية العربية الموجودة في تركيا إن هي التزمت بهذه الضوابط والمحددات التي تتحدث عنها فلذلك هي تعمل بحرية في تركيا الآن هل سنطمئن من خلال هذا الحديث؟ أنا ستن أن الدورة التركية لن تتعرض لها؟ طبعا الدورة التركية لن تتعرض لما هذا الشيء ولو كانوا أي حزب آخر هنا نجد التركية دائما ترعي جانب واحد هو أن يكون هذه المؤسسات معارضة أو شيء أن يكون ديمقراطية أن لا يكون هناك أخبار كاذبة يومية ينزل هنا وأن لا يكون تابعة لأي مؤسسات إرهابية طبعا هذا هو نعم بابا نتحدث الآن الحقيقة ننتقل إلى ملف آخر وهو الحدث الأبرز تركيا وإقليميا ودوليا وهي العملية العسكرية التركية الجارية في شمال شرقي تركيا المسمات نبع السلام هذه العملية الآن مضى عليها ربما أسبوع أو أكثر هل لها سقف زمني؟ هل لها حدود مكاني لهذه العملية؟ أم هي مفتوحة على كل الاحتمالات؟ طبعا لا نستطيع أن نقول مفتوحة لكل احتمالات تركيا ودعت لها حدود في أقرأها خلال شهر شهرين تنهي هي هدفها أن هناك أن تقف بعض المشاريع للدول الذين يريدون تقسيم منطقة الذين يريدون قتل الشعوب في المنطقة الذين جاءوا لمسالح النفط والغاز للمنطقة تريد أن تقف أمامها مسالح لهذه الدول هل هذه الدول مشخصة؟ طبعا غربي أمريكي فرنسا ألمانيا بريتاني كل أحد يعرف هذا الشيء لا نستطيع وإسرائيل أيضا هذا ما معروف؟ هنا دخو حينما دخلت تركيا إلى هذا المنطقة أول دول التي عارضت تركيا ونقدت دوله هو إسرائيل لماذا؟ لا أحد ينكر ولا إسرائيلين ينكرون هذا الشيء يقولون نحن نريد أن نواسع دائرة الحدود الإسرائيلية وهذا لا ينكرونها ولا سياسي ولا أي منظمة في إسرائيل وخطين الذي في عالم إسرائيل هي تشير إلى النيل والفرات نقول نحن وصلنا إلى الفرات كدنا أن نشي هنا مؤسسة وتابعة لنا ولكن تركيا جاءت وضربت هذه المؤسسة جيب انفصالي نعم هم كتبوا هذه في صحوفهم نعم هذا أولا ثانيا تركيا وقفت أمام المشروع إسرائيل أولا ثانيا كثير من الدول نعرف أنهم يريدون أن يدتوا هناك طريق كان هدفهم أن هناك النفط ينقل إلى أوروبا بطريق تركيا ولكن هناك الآن حينما صار هنا معارضة من تركيا وما اتفقوا مع أردوغان كانوا هدف ثاني وضعوا هو من سوريا أن يدعي إلى الأخديني بحر المتوسط من هناك إلى أوروبا ولكن هذا صعب جدا له ميدان وهذا كان وكان هدف من أين من شرق تركيا أو ما نسميه من شمال سوريا أن يكون خاتب منها تركيا حينما دخلت هنا وقفت أمام هذا المشروع أيضا ولكن هذه العملية كانت عملية اضطرارية وليست عملية ترف من تركيا طبعا ليس هذا كان مضطر تركيا ثالثا هؤلاء هذه الدول هينما تريد أن تقوم بهذه المشاريع أن يكون لهم قنوات إلى هنا إلى بحر المتوسط هينما يريدون أن إسرائيل أن تكون لهم منطقة هنا تدخل فيما بعد أن تفسد الإراق وتركيا أن تدرب بين الشعوب في هذا الجانب كان هدفهم أن يوشي هنا شيء من هنا أن يبدو تركيا وقفت أمام هذا الشيء وهذا يدل تركيا أي أجبرة وهؤلاء الدول بدأوا ليس ظاهرين أنهم موجودين هنا إلا أمريكا كانت ظاهرة لأن دعمت هناك المؤسسة إرهابية الحزب الإرهابي الذي وصفه ترامب بأنه أسوأ من تنظيم داعش أسوأ من داعش أمس إذن ترامب وهم يعرفون هذا الشيء لأنهم يدعمونهم لأنهم أعطوا أسلحة لهم هم دعمهم بكل شيء وهذا يضع ترف بي ترامب قال لقد قدمنا الكثير من الأموال والأسلحة أسلحة لهذه المؤسسة إذن هنا من هم يقاتلون مع من؟ مع تركيا ونفس الشيء لأحزاب أخرى إذن تركيا لابد أن تتاقب أمام هذا الشيء لهذه الأحزاب لو كبرت هنا ستدر تركيا يقاتلون ضد تركيا وليس مع تركيا وثانيا لا ننسى شيء قبل يام ترامب قال كلام مهم جدا قال قبل أشهر أو سنة من مؤسسات داخل أمريكا طلبوا مني أن أحارب ضد تركيا والتركيا كانت تعرف هذا لأجل هذا اشترت أس أربعمية من روسيا حتى أن يكون ضد الأسلحة الأمريكية أن تقف لها ودى تدافع نفسها وهذا هو الذي أجبر تركيا دخل لا نستنى قول هناك العملية التركية ضد الأكراد وهذا ما قال الرئيس أردوغان نحن لا نعادي الأكراد من منظور عنصري نحن نتحدث عن تنظيم مسلحة نحن أخي لو نظرنا هذه المنطقة إذن لابد أن الإخوة الأكراد أن يكون على وعي هذا الشيء الأكراد أكثر ما يعيشون في تركيا في الشمال إراق وفي إيران نعم في سوريا في الشمال سوريا عددهم قليلين جدا في هذه المنطقة نعم هم يعرفون هذا بشكل جيد الشمال سوريا خوز من حسكة من حسكة إلى الديروزور من هلاء القامشلي الأكثر العدد السكاني من الأكراد موجود في قامشلي نعم ليس في أماكن أخر وعدد في تلك المنطقة عرب أكثرية منهم نجد تركمان وغيرهم هم يعرفون الإخوة الأكراد إذن هزل بشكل جيد هذه العملية العسكرية التي اضطرت إليها تركيا بسبب الكثير من الأجندات أو المخططات لقطع الطريق على أردوان وهذا ما قال لها أردوان قال نحن دخولنا هناك الوقف في هذه الأجندات كلها ما الذي تحقق الآن من أهداف عملية نبع السلام التركية طبعا لها أهداف ملاحقة ما تصفه تركيا بإرهابي حزب العمال الكردستاني وإرهابي أو مسلحي تنظيم الدولة وأيضا إقامة المنطقة الآمنة ورح نتحدث عن المنطقة الآمنة أيضا بعد دقائق ما الذي تحقق في المهمة الأولى مطاردة أو ملاحقة ما تصفهم بالإرهابيين تركيا سواء في حزب العمال الكردستاني أو مسلحي تنظيم الدولة هنا تركيا حققت كلا مشروعين لها ما هو المشروع؟ أولا وقفت أمام المصالح المشاريع الغربية الذي يريدون أن يحققه هنا وقفت وهذه أوقفوها وأعلنت أمريكا نعم نحن سنكون لنا مشروع آخر تركنا هذا المشروع الذي تركيا وقفت أمامها وغربيين أغضبهم والإسرائيل أيضا الذي جعل أن يغضبوا على التركيا هذا هو لأن تركيا وقفت أمام المشروع هذا كان النجاح أولا النجاح الثاني أمام الحزب الإرهابي الذي تحارب هذه المنطقة حزب العمال كردستاني حزب البيد والتوابع نعم هذا وقفهم إذن عرفوا الآن يقولون غرب خانونا يا أخي كم أن تريدون أن تخان روسيا خاناكم في إيران بريطانيا خانوكم في إراق الإسرائيل خاناكم في الستينات سبعينا وأنتم الآن كل سنة خانا أخيانا أخي لا تريدون هناك قول جميل جدا أنا سمعته قبل أيام من مفكر يقول ضعيش هي التي أفشلت المشاريع الأمة الإسلامية نعم يقول المشروب بيديدان ماذا نقول توشيل الحلم الكردي لماذا يقدمون لأجل الاستعماريين الكردي ليس هو العميل أن يكون للاستعمار هو شعب هذه المنطقة نعم هناك يكون إجبار عليه طبعا يستنى يدافع ولكن ليس بأسلحة تدافع نفسك بالسياسة بالقلم هذا هو ما نريده لأننا نحن أبناء المنطقة الذين يأتوا من خارج مشاروههم هو قتل الشعوب بينهم أن يتقاتل فيما لابد أن نفع ماذا شيل بشكل جيد وسالسا باقي شيء واحد للمشروع التركي لأن هناك ثلاثة أهتف كان أولا منع المشاريع الغربية نعم ثانيا إفشال هذه المنظمة الإرهابية نعم وسالسا هو أن تجعل المنطقة آمنة وهذا مرت أسألك إذا سمحت لي أيضا من ضمن هذه الأهداف الكبيرة لعملية نبع السلام التركية هي إقامة المنطقة الآمنة وهو مطلب تركي قديم يعني ليس أيضا جديد الآن السلطات التركية تتحدث أن هذه المنطقة الآمنة ستكون من منبج السورية إلى حدود العراق هل هناك خطوات عملية في إقامة هذه المنطقة؟ هل الأوضاع الآن في المنطقة حيث مسرح العمليات تساعد فعلا على إنجاز هذه المنطقة وأن تكون فعلا المنطقة موجودة وقائمة وبالتالي تستوعب اللاجئين السوريين؟ هل هناك خطوات عملية؟ أخي قبل هذا التركيا قامت بعمليتين في الداخل السورية دير الفرات نعم وغسن زيتون نعم كل مشروع نجحت هناك وتركيا ما دمرت هذه المنطقة نعم بل عادها من جديد نعم رغم هذا هناك بعض المشاكل مسافي بعض الأماكن ولكن تركيا الآن فتح في هذه الأماكن سمانية مئة مدرسة نعم وفتح أربعة جامعة وكل جامعات فيها كل الأقصام موجودة هذه هناك نعم وثم فتح الأماكن المركزية شرطة من الشرطة السوريين نعم أشوه في هذه المنطقة حتى هم يديروا أن يقدروا أن يديروا في منطقة إدارة ذاتية لمناطقهم إدارة هذا ما فعلها الروس نعم ما فعلها أمريكيين في أي منطقة ولا إسرائيل ولا بريطانيين في أي مكان الذين هم يحتلون تركيا بل هنا دخلت فقط لمساعدة الشعوب نعم ولأجل هذا نقول أردوغان إذا دائما يقول نحن دعمنا للشعوب في هذه المنطقة ننظر من جانب إنساني تماما من زاوية إنسانية تماما هذا معروف عند كل دول الذين يعارضوننا يقولون له هؤلاء أنصر مشاريع إلى هذه الدول ماذا فعلوا في المنطقة إذن هنا التركيا في أيام القادمة صارت سمانة سنوات تسعة سنوات الحرب تستمر هنا قتل ملايين من الناس نعم وهجروا كذبا غربيين ما حاولوا أن ينهى هذا الحرب الآن نحن لأجل السلام نريد أن ينتهى هذا الحرب هنا بهذه الأدنية النبيلة أو سليمة تحدثت عنها من قبل تركيا في إقامة هذه المنطقة الآمنة هل هناك موافقة إقليمية أو دولية على إنشاء هذه المنطقة الآمنة التي طبعا عرضت يعني كثيرا من دول قوى دولية كبيرة في السابق هل سأيضا تحظى بدعم دولي هل لدى تركيا تطمينات أو وعود بأن هذه المنطقة التي قد تستوعب ملايين من اللاجئين السوريين قد تدعم دوليا أيضا هناك شكوى من تركيا من أن اللاجئين وهم ثلاث ملايين واسمئة ألف سوري الحقيقة لم يكن هناك دعم كافي والعباء كان ملقى على تركيا فقط أستاذ العزيز أنت تعرف كثير من الغربين يعيدون نشاب لأهل الشرق شيء نعم ولا يؤفونها هذا عددهم الغربين كما يفعلون في قديم هم فقط هدفهم القتل والتدريم التدمير لهذه المنطقة تركيا تريد أن يكون سلام في هذه المنطقة ولأجزة دقاء رغم أن فيهم يريدون موافقة أو لا موافقة تركيا صار سمانية سنوات تطلب من منطقة العازلة والآمنة هم موافقها له رغم أن فيهم سنقوم بهذا وسيكون سوريين على سلامة في تلك المنطقة نعم هل هناك مخاوف تركيا من أن هذه العملية العسكرية قد تتجاوز ثقوفها الزمنية بسبب تعقيدات الوضع في سوريا كثرة المتقاتلين في سوريا المشهد في سوريا ليس سهلا وقد تمضي العملية ربما أو تضطر أن تتمدد زمنيا ومكانيا هل هناك مخاوف؟ أستاذي نحن لا نخاف من تمدد العمل بسبب الوضع الداخلي في سوريا ولا من النظام ولا من المنظمات الإرهابية هناك حينما لو يتمدد هذا الحرب إعلام دخلت فيها إسرائيل والأمريكا وأوروبي هذا هو هل لابد أن نفكر هل نعمل هؤلاء المنظمات في الداخل هل يعملون لأجل مشاريع إسرائيل والأمريكا أم المشاريع لشعوبهم هذا سنرى في أيام القادمة كيف تنظر تركيا إلى الموقف العربي وخاصة الموقف الجامع العربية من العملية؟ أستاذي صدام كنا نسمع ماذا يقول عن الجامع العربية وحافظ الساد كنا نرى ماذا يقول وحتى قضا في كيف يمزحونهم كان هناك الآن هناك ضرب المسأل كثير جدا اجتمعوا أن لا يتفقوا هذه منظمة عربية أخي لا ليس لها قيمة حتى غربيين أنا كاسمنا صحفيين غربيين حينما أتكلم معهم أوروبيين ألماني بريطاني منظمة العربية قالت كذا ويتحكم هل له تأثير؟ هذا شيء متحك لعالم العربي لابد أن يغيروا هذا الشيء لابد أن يتخلصوا ولنحن طبعا ليس لها قيمة عندنا ونعرف ودعوهم هم في حرج لابد أن ينظر إلى أحوالهم قبل أن ينقضوننا شكرا ليس سيد توران كشلاكجة رئيس بيت الإعلامين العرب في تركيا شكرا سيد توران شكرا لكم مشاهدين الكرام حتى نلتقي في لقاءات خاصة أخرى في أمان الله اشتركوا في القناة